عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي اجتماعين لمتابعة موقف مشروعات تأهيل التراع والمصاقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية تستهدف الوزارة تأهيل المصاقي بأطوال تبلغ 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية وتم تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل 250 كيلو مترا من المصاقي وفيما يتعلق بمشروعات تحول نظم الري الحديث اوضحت الوزارة انها تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 الف فدان وتم الانتهاء من 990 فدانا وان اكثر من 24 الف منتفع تقدموا باقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث